السلام عليكم طلاب المجموع الطبية من المرحلة الثالثة أنا الدكتور علي إبراهيم من مملكة الطب الأسنان إن شاء الله رح أكمل بياكم اللكتور الثاني من مادة الأدوية الفارماكولوجي و رح نكمل بي المصطلحات العامة الجنرال كونسبت الدستريبيوشن يلي هو التوزيع الدستريبيوشن of drugs can be defined as the post-absorptive transfer يعني هو التوزيع بعد عملية الامتصاص للدواء from one location in the body to the north يعني صار امتصاصة بمنطقة لمعاء بعدين تم توزيع عن طريق الدولة الدموية إلى الأطراف إلى الرأس إلى مختلف رزاء الجسم يعني عدي أكثر من عامل تأثني على عملية الانتقال أول واحد هو الكاردياك أوتبوت كمية الدم التي تطلع من القلب تعتمد على قوة تقلص عضلة القلب بالإضافة إلى سرعة هذه التقلصات يعني كلما تقلص القلب بشكل أكبر وكلما تقلص بشكل أسرع تطلع من القلب دم أكثر بالإضافة إلى local blood flow يعني إذا كان النسيج يحتوي على تغذية دموية غزيرة سيوصل إلى نسبة أكبر من المادة التي دخلت للجسم مثلاً يوصل إلى نسبة أكبر من الدواء بالإضافة إلى capillary permeability نفاذية الشعرات الدموية الشعرات الدموية بها خاصية أنه المناطق بين الخلايا بين الخلايا البطانة معلتها رح تسمح لي بنفاذ بعض المواد نسميها permeability نفاذية فكلما ازدادت هذه النفاذية كلما ازدادت المسافات بين خلايا البطانة للشعرات الدموية ستسمح لي بمرور مواد أكثر وبالتالي توزيع أكبر لهذه المنطقة نقطة الثالثة The degree of binding of the drug to the plasma and tissue proteins عندي الدواء ممكن أن تكون مرتبطة ببروتينات موجودة داخل المجرى الدموي فهذا الارتباط لازم الدواء يتغلب على هذا الارتباط على مد يتحرر وينتقل إلى داخل المسيج يعني إذا بقى مرتبط حيبقى عالق داخل الدورة الدموية رابعا رابعا The relative lipophilicity of the drug يعني حب الدواء للدهون أي إن قلنا إذا كان الدواء محب للدهون رح يقدر ينتقل عبر غشاء الخلية يلي هو مثلا نهنانة غشاء الخلية للبطانة ومشعرات الدموية على مد ينتقل من مجرى الدم إلى الأنسجا To characterize the drug distribution على مد أشخص أو أعرف شنو معنى توزيع الدواء The volume of distribution يلي هو V حجم الحجم اللي توزع بالدواء كامي defined as the primary pharmacokinetics parameter يعني هو في مصطلح مصطلح مهم على المحركات الأدوية that relates drug concentration measured in the plasma يعني راح أجي أقيس تركيز الدواء داخل البلازمة داخل الدم to the amount of drug in the body إلى نسبة كمية يعني أنسبة يعني شنو أسوي قسمة إلى كمية الدواء الموجودة داخل الجسم يعني عندي مثلا داخل الدم تركيز لدواء 2.5 2.5 مليغرام لكل لتر وعندي أنطية جرعة 10 مليغرام بشكل عام حبايا وزنها 10 مليغرام فعلى مد أقيس الحجم الكلي حجم الانتشار L أو بالليتر أقيسة اللي هو حجم الانتشار V يطلع لي أجي أقسم ال concentration على أو عفوا أقسم الدوزة اللي هي كمية الدواء على التركيز فيطلع عندي مليغرام على مليغرام في لتر مليغرام هي مليغرام يطلع يروح فيبقى لي واحد على واحد على لتر يعني هو لتر فعشرة تقسيم 2.5 يطلع لي أربعة فيصير أربعة لتر فهنا طلعت آني حجم الانتشار أو الحجم السائل ينتشر بالدواء Metabolism مصطلح Metabolism أو الأيض يلي هو التحويل الحيوي Biotransformation Drug Metabolism may be defined as the biochemical modification of one chemical form to another يعني هو تحويل الدواء من طور حيوي واحد إلى طور آخر occurring usually through specialized enzymatic systems يعني هذا التحويل ما يتم عبثا يتم يتم بتحويل أجهزة متخصصة من الإنزيمات هي رح تتحفز لي رح تسرع لي من هاي عملية التحويل It often involves the conversion of lipophilic chemical compounds رح يساهم بتحويل مواد محبة للدهون يلي هي الأدوية into highly polar derivatives that can be easily excreted through the body يعني هذي عملية الأيض أول شي تشارع دي الدواء lipophilic يعني محبل الدهون ليش أنا سويت lipophilic أنا سويت الدواء هو صنع صنع الإنسان فأني سويت lipophilic على مود مثل ما قلنا قبل رح يدخل بسهولة إلى داخل الأنسجة يعبر خلال الغشاء البلازمي مع الخلية اللي هو عبارة عن دهون طيب دخل داخل الخلية يعني بعد ما دخل هو أدى وظيفته وخلص زيان هذي شرع طرحة من طلعته وصل إلى الكبد الكبد رح يكون مثل معمل معالجة الأدوية رح يعالج للأدوية رح أولي الأدوية من طور الفعال يلي أدى وظيفته وخلص إلى طور الطرح طور أقدر أتخلص منه يعني خامة أنا أريد الدواء يبقى داخل الجسم إلى اللبد لازم أطلعها خارج الجسم على مد أطلع خارج الجسم لازم أدخله في المجرما الدم مرة أخرى على مد يوصل إلى المناطق الإخراجية اللي هي الأمعاء والكلاء طيب على مد أدخله داخل السواء الجسمية لازم يكون يذوب في هاي السواء الجسمية يعني لازم يكون محب للماء فلازم أحويل من محب للدهون إلى محب للماء من لايدโفيلك إلى الى هيدروفيلك فنحن رح أحوله الى مادة مستقطبة مستقطبة يعني بها شحنات يعني تحب الماء على مد شنو؟ على مد أسأوله اخراج بسهولة دراج ميتابوليزم انفولفتو فايزرز يعني عندي العمليات الايض تشمل لي طورين which are phase 1 و phase 2 الطور الاول و الطور الثاني الطور الاول الطور الاول تحويل ليبوفيلك دراجز يعني رح يكون عندي تحويل من ليبوفيلك الى هيدروفيلك الى جزائات مستقطبة مشحونة بي تحويلة بي تحويلة او تركيب يعني رح يصر عندي شنو حضيف ل اه جزء او تركيب يكون مشحون او هو يعني الى القدرة على أن أقص منه بعض التراكيب وأحولها إلى تركيب مشحون مثلا هنا أنا بعملية الريدكشن حولت ضفت له إيونات ضفت له إلكترونات فحولت إلى جسم مشحون بعض التراكيب أو بعض القروبات اللي أضيفها للمركبات اللي تخليه مشحون أو مستقطب هي الهايدروكسيل أو H أو الـ NH2 هاي أضيفها للمركب على ما يصير مشحون بين الفيز وون رأيكشن يعني هي عمليات يا أما أكسدة يا أما اختزال يا أما تفكيك داخل الماء يعني عدي سائل مائي أبدي أفكيك الدواء لتركيب أصغر على مديسها لطرحها تكون مذابة بصورة أسهل نعرف أنه الريدكشن هو اختزال والأكسدة الأكسدة هي عملية إزالة الآيونات أو عفو الإلكترونات من مادة وعملية الريدكشن هي عملية إضافة هاي الإلكترونات فعندي كل عملية أكسدة يقابلها عملية اختزال يعني عندي عائلة من الأنزيمات أسميها سيتوكروم بي 450 هذا اسم العائلة من الأنزيمات هي تكون وجودها داخل خلايا الكبد بشكل أساسي هاي العائلة من الأنزيمات مسؤولة عن التحكم بهاي العمليات العيضية اللي هي الفيز وون تحويل جزئية الدواء من محب للدهون إلى محب للماء يعني عندي هاي الإنزيمات نفسها ممكن الدواء يأثر عليها يعني مو بس هي تأثر على الدواء عندي أدوية ممكن نسوي لها تحفيز يزيد حركة أو يزيد شغل هاي الإنزيمات تزيد لي تحويل المركوات الدوائية من لابوفيلك إلى هيدروفيلك فبالتالي يسرع لي من طرح الدواء يعني أدوية تحفز الإنزيم الإنزيم يساعد لي بطرح الدواء وكو أدوية ثانية تسوي لتثبيط تقلل عمل الإنزيم بالتالي هذا الدواء اللي كان يشتغل عليه الإنزيم يتكدس داخل الجسم ويبقى بعض الأدوية اللي يتحفز هاي العائلة مع الإنزيمات هي ريفامبين ريفامبين هو مضاط حيوي ننطيلي جماعة السل الرئوي الله يبعدكم وعندي نوع ثاني من المضادات اللي هو كيتو كونازول هذا مضاد فطريات ممكن يسوي لي تطبيط لهذه العائلة من الإنزيمات وبالتالي الأدوية اللي يشتغل عليها الإنزيم نفسه تتكدس داخل الجسم الطور الثاني من هذه العمليات الأيضية تشمل لي عملية ارتباط أو عمليات إضافة يعني إذا كان الناتج من الطور الأول من عملية الأيض مستقطب بشكل كافي يعني ذائب في الماء يعني إذا كان مستقطب ومذاب في الماء أقدر قبل أطرحة لمجرى الدم والدم يأخذها إلى الكلاء والطرحة عن طريق البول خلصت من الدواء زين في الحالة الثانية العديد من النواتج من الطور الأول من الأيض تكون بعدها إذا القدرة على أنه تكون لايبوفيليك تكون كارهة للماء ومحبه للدهون وبالتالي ما أقدر أطرحها بمجرى الدم عندي رح يكون عملية إضافة يعني رح نضيفها أضيف لمادة داخلية مادة مصنعة داخل الجسم من أصل الجسم مثل شنو؟ مثل غلوكورونيك أسد سلفوريك أسد أو أستيك أسد هاي الحوامض أضيفها لمادة الدواء بعد ما دخل الدواء بطور الأول وظل عندها ضل عندها حب للدهون أضيف لها حامض من هذا الني لأن الحوامض نعرف أنه هي مستقطبة تحب الماء مذابة في الماء يوجد لي فهي تكون هاي الحوامض يعني وظيفيا ما لها وظيفة فرح ترتبط هاي الحوامض بتركيب الدواء الجديد وتسوي ليها محب لي الماء وبالتالي أقدر أذوبها في المجرى الدم وأطرحه أنطليق الكلة مثل ما نشوف هذا الـ 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 الجلوكورونيك أسيد إذا أضيفه إلى هذا الدواء اللي هو البنزويك أسيد رح يصير عندي أكثر قدرة على أنه أقدر أطرحه ويصير عندي مستقطب أكثر يصير عندي قدرة على إذاكة في السوائل المائية مثل الدم أطرحه ويصير عندي مورفين 6-غلوكورونايد يعني عندي هذا المركب يلي تكون نتيجة ارتباط المورفين اللي هو دواء مسكن كلش قوي ينطو يعني عدكم الجيش الأمريكي ينطو كمسكن للجنود في حال مثلا صار عملية بتر أو عملية إصابة لأن كلش قوي يعني يخلي الجندي ميحس بهذا الجرح أو هاي الإصابة اللي صار بيها وهو أيضا يعني مشهور بعلم الإدمان لأنه أيضا يسوي إدمان فهذا الدواء يعني بستعمال سريريا كان مسكن قوي ارتباط المورفين بالـ غلوكورونيك أسيد حيكون اللي مركب يسميه مورفين 6 غلوكورونايد هذا المركب عكس المركبات الباقية يعني مثل ما قلنا أنه ارتباط الغلوكورونيك أسيد بي الأدوية حيسويها معطوبة وظيفيا يعني حيأثر على وظيفتها ويسوي ليها خاملة متنطي أي وظيفة بالعكس بحالة المورفين 6 غلوكورونايد لأنه رحيكون وظيفتها أقوى بعد من المورفين يعني رح تزيد وظيفتها رح تزيد قدرتها على إعطاء التخدير أو التسكين للآلام فعملية الغلوكورونايد يعني عملية إضافة الغلوكورونيك أسيد إلى مركب الدواء is the most common and most important conjugation reaction هو عملية أهم أهم عملية وأكثر عملية شائعة لعمليات الإضافة the highly polar drug conjugates are then excreted by the kidney oran bile يعني بعد ما ارتبط به الغلوكورونايك أسيد وكمولي مركب غلوكورونايد يعني فتشي غلوكورونايد مثل مورفين غلوكورونايد هذا المركب رح يكون كلش عالي الاستقطاب فبالتالي قدرته على الزبان بالسوالة الجسمية مثل الدم هتكون عالية فبالتالي الخلايا تطرحها أو الكبد يعني بشكل أساس يطرحها إلى مجرى الدم فيروح ياما عن طريق الكلة وينطرح عن طريق البول أو ينطرح بالأمعاء ويخرج عن طريق الإخراج وهي الصفراء البايل اللي هو أحماض ترتبط بالمواد الدهنية إذا كان المواد بعدها دهنية يرتبط بها أحماض نسميها أحماض الصفراء البايل وتساعدها على الحركة داخل الأمعاء فاكتور أعوامل تأثر على الأيض يعني الجديد بالذكر أن علية التحويل الحيوي يعني هو لا يحتكر أو لا يختصر على تحويل الدواء من طور فعال إلى نواتج غير وظيفية يعني مثل ما قلنا أنه ارتباط الجروكورونيك ببعض الأدوية يعطبها وظيفية تصير خاملة ولكن أكو بعض الأدوية أشبهها أنا بالقلم القلم من أشتريه من الأسواق هيكون علي قبق طيب هسا إذا أريد أكتب القلم والقبق عليه ما يكتب كيش ما يكتب فهذا يكون يعني من أصله خامل ما عده وظيفة زين أنا بعدين سويت للتحويل فتحت القبق عنه وبديت أكتب هذا شويت أنا حولت من خامل فتشي خامل معطوب وظيفيين إلافة شي وظيفي أكو أدوية مشابهة لتشبيه من القلم نسميها Prodrug فد دواء بدائي هذا الدواء مفروض أشيل منه قطعة على المود أطلع منه المجموعة الوظيفية مثلا هيدروكسيل كاربوكسيل هاي المجموعات هي اللي رح تأثرلي أو رح تنطيني الوظيفة الأساسية للدواء هدي دواء أسمي ليفو دواء هو موجود يعني بالأسواق بالسيدليات إذا أشتري أسمي ليفو دواء هاد الدواء أكثر شي استعملو لعدة أمراض عصبية أنا أريد أحفظ العصاب لأنه أحد النواق العصبية الدوبامين هو أحد النواق العصبية أنا اشتريته و يعني مثلا أخذت على شكل أقراص ليفو دوبا تركيباتها الكيميائية ليفو دوبا بعدين الجسم شنو حول إلى الجزء الفعال الليفو دوبا غير فعال ما ينطيني أي وظيفة يعني إذا وصل للخلايا العصبية كل شما رح يسوي لها بتحويله من ليفو دوبا إلى دوبامين رح يتحول المركب إلى نواق العصبي هاي النواق العصبية اللي قلنا هي بسؤولة عن إدامة الإعاز العصبي أو التيار الكهرباء داخل الخلايا العصبية تنفرز النواق العصبية من خلية إلى خلية أخرى وتنقل وياها الإعاز العصبي عملية عملية الإكسكرشن أو الطرح أو التخلص من الدواء إكسكرشن هي عملية طرح أو إزالة الأدوية ونواتج أيضها من الجسم يعني عندي أكثر من طريقة لإزالة الدواء من الجسم يعني الأساس هما عن طريق الكلة أو عن طريق الكبد يعني أغلب الأدوية تنطرح ياما عن طريق الكلة ياما عن طريق الكبد نجي لإطرح عن طريق الكلة رينال إكسكرشن It plays an important role in eliminating uncharted رجز أو their metabolites into urine يعني رح يطرح الأدوية أو النواتج لأي ضمالاتها إلى عن طريق البول عن طريق الترشيح هنا يجي عندي تدفق الدم إلى بومانس كابسول كابسولات بومان هنا فعندي هنا شعرات دموية يتم ترشيح الدواء من خلالها يعني هو باعتبار الدواء مادة مادة فضلات حينطرح إلى هاي الكابسولة اللي هي رح تكون اللي هي البول يعني هاي الأدوية اللي تنطر حنطيق الكلة مثل ما قلنا قبل لازم تكون عالية الشحنة لازم تكون مستقطبة وذابة في الماء على مود تدخل بمجرى الدم تدخل بمجرى الدم لأن المجرى الدم أو الدم نفسه هو يعني بالأساس هو سائل مائي فعلى مود الأدوية تذابي وتنتقل من خلالها تصل إلى الكلة لازم تكون لايبوفوبك أو هيدروفليك محبة للماء أو مستقطبة أو مشحونة أو مذابة في الماء على النقيد الأدوية التي تنطر على النقيض الأدوية اللي هي محبة للدهون مذابة في الدهون يعني ما رح أقدر أطرح الدواء اللي هو بعد عملية الأيض يعني بعد محاولة الكبد إلى تحويله إلى مادة محبة للماء فشل الكبد بتحويله لمادة محبة للماء فبالتالي رح يكون خيار التخلص من هذا الدواء مو عن طريق مجرى الدم إلى الكلة حيكون عن طريق الكبد نفسه رح يطرح إلى الأمعاء فقلنا بعد الفيز الفيز 2 بيوترانسورميشن راكشن اللي هي عملية الأيض لتحويل الكبد لتحويله إلى مادة محبة للماء على مدية طرحة عن طريق الكلة يعني بيوترانسورميشن تحويل الماء ترتبط بالدواء وتتسمح لها بالحركة السهلة داخل الأمعاء إلى حين ما يخرج فإذا من الدودونوم 12 بعدين الأمعاء الغليظة ومعادة يخرج ويا الفضلات في بعض الحالات الغليظة يمكن أن تنطرح عن طريق الهواء وهي ثانوكسيدي الكربون يتكون غازات مذابة في مجرى الدم وبعدين تنطرح عن طريق الحواصلات الرئوية وتخرج عن طريق الزفير ممكن عن طريق الملك بالغودد اللبنية بالثدي ممكن أيضا عن طريق الغدد العراقية موجودة بالجلد ممكن عن طريق الغدد الدمعية موجودة بالعين عن طريق الجلد مسامات الجلد يطلع ممكن عن طريق الشعيرات نفسها أو عن طريق الغدد اللعابية فكلها هاي تفتح للبيئة الخارجية فتطلع للدواء وياها مثل ما قلنا أنه العمليات الأساسية لطرح الدواء هي الكبد والكلام هاي الثانية لعاب شعيرات رئتين دموع هاي كلها وسائل ثانوية فاكتورز العوامل التي تأثر على طرح الدواء يعني هاي العوامل التي تأثر على الطرح أول واحد هو الخواص الكيميائية والفيزيائية للدواء نفسه مثل شنو؟ مثل الوزن الجزيئي كلما كان وزنه أكبر معناها يعني حجم الجزيئي أمالتها أكبر بالتالي إذا ابت في السوائل أصعب وبالتالي طرحة أصعب lipid solubility مثل ما قلنا كلما كان محب للدهون صعب طرحة خلال المجرى الدم فبالتالي أطلع خلال الأمعاء binding character ارتباطه ببعض المواد داخل الخلايا أو داخل مجرى الدم كلما كان ارتباطه بالمواد أقوى كلما كان تخلص منها أصعب ممكن أيضا volume of distribution مثل ما قلنا كلما كان الفوليوم مالتها أكبر راح يأثر لي على عملية الطرح أيضا عندي degree of ionization تأيين المادة تأثر لي على إذابتها في السوائل سوائل مائي يذاب في المواد المؤينة المشحونة كلما كان مشحون كلما ذاب أكثر في السوائل المائية ونطرح عن طرق الكلة بالعكس إذا كان غير مشحون يحبل الدهون وبالتالي أطرح عن طريق الإخراج أيضا عندي عامل أسمي urine pH الحامضية داخل البول عندي هنا هذا الحاجز بالكلة بالنفرون اللي هو الوحدة البنائية للكلة اللي تسوي بها تصريف للدم أو تنقية رح يفصلي بين الدم اللي هو حامضيتها تقريبا متعادلة 7.4 والبول اللي هو pH 106 يعني حامضي أكثر من الدم أثر الحامضية على طرح المركبات يكون بشنو يكون بتحويل هالمركبات من مركبات غير مشحونة إلى مركبات مشحونة حسب وجود الـ pH حسب وجود وجود آيونات الـ هيدروجين كلما قل pH كلما زادت آيونات الـ هيدروجين وكلما زاد تحويل المواد غير مشحونة إلى مواد مشحونة زناني لما أريد أن نقل من من خلال الغشاء مال نفرون اللي هو هنان عدي أشاء خلوي فبالتالي لازم نكون مادة محبة للدهون زين إذا أريد طرحها لازم يكون بالطور غير المشحون إذا زاد أو إذا قل عندي pH حيكون أكثر شنو يكون مواد مشحونة بالتالي طرحها عن طريق هذا الغشاء الخلوي صعب فبالتالي طرحها من الجسم يقل أيضا عندي شنو كلما زاد تدفق الدم إلى الكلة كلما زاد وظيفتها وكلما زاد الطرح أيضا عندي biological factors العوامل البيولوجية أو الفيزيولوجية مثل العمر تقدم العمر ويتقدم العمر العفو يصير عندي قلة بكفاءة الأعضاء وبالتالي عندي الطرح أو كفاءة تتقل أيضا في حالات disease states مثلا عندي تليف بالكلة فرح يصن عندي يعني وظيفة الكلة أو كفاءة وظيفة كفاءة الطرح من تتقل نجي حسا للفرماكو ديناميكس حركيات الدواء يعني شنو رح يأثر هذا الدواء على الجسم طفل سيأثر من التصاص سيأثير أنه سيأثير ديناميكس من التerne سيأثير قلنا أثر الجسم على acle الآن يتعد고 لو تقوم بل فماكو دانامك الي هي حركات الدواء يش راح يساوي الدواء بالنسبة لي الجسم فماكو دانامك الي راح يمثل الي اثر الدواء عاي الجسم الدواء الي راح ينطيني اثار ايجابية اثار ايجابية و اثار سلبية. مثل عمليات الادمان أو الأعوارات الجانبية لبعض الأدوية ستكون عن طريق ميكانيكية بسيطة اللي هي الدواء سميه Ligand فد مادة حرة ترتبط به ريسبتر مستقبل طيب عرفنا شنه Ligand يعني هو مادة حرة شنه الريسبتر ريسبتر هو أي مادة يرتبط بيها Ligand ورح تنطيني هذا الريسبتر رح يحفز لي رد فعل هذا الرد فعل أنا أقدر أقيسه يعني مثلا نعتبر أنه Ligand هو البلاك مال الكهرباء فالريسبتر هو قاري الفولتية كلما كان الاتصال مال الكهرباء مثلا جبتها الوطنية تكون الريسبتر مات يقرأ أمبرية أعلى صحب يقرأ أمبرية أقل فاعتمد الريسبونس مال تي على نوع الليجند هو ريسبتر نفسه القارئ نفسه ولكن الليجند يختلف The Ligands can be defined as a molecule that binds to a site on the receptor protein يعني أقدر أعرف الليجند أنه أي مادة ترتبط برسبتر and produces a unique response ورح ينطيني رد فعل unique يعني خاص The Richest Sources of Therapeutically Relevant Pharmacologic Receptors يعني أكثر مصدر غني برسبترات تنطيني آثار مهمة بالنسبة لعلم الأدوية هي البروتينات يعني هي رح تنطيني الزبدة مع الرسبترات يلي تهمني بالنسبة لعلم الأدوية That transduce this extra cellular signals حتيجي تحول لي الإشارات الخارجية اللي هي شنو ارتباط الدراج اللي هو Ligand B Receptor هذا الريسبتر رح يجي يحول هذا يترجم هذا الحدث إلى شنو إلى intra cellular response إلى فد عملية داخل الخلية مثلا عندي يطبط Ligand B Receptor فهذا الريسبتر انطع إعاز داخل الخلية النيابة ريد أكون بروتينات ينطي إشعارات إلى ريبوسومز ريبوسومز حتيجي تستنسخ ال DNA وتيجي تكون منه بروتينات ريبوسومز حتيجي تستنسخ الريسبتر أقدر أقسم المستقبلات الريسبترات إلى أربع مجامعة أول واحد هو Ligand Gated Ion Channel يعني عندي قناة تمرر الأيونات اللي هي الجزيات المشحونة مثل جزيات الكالسيوم كالسيوم C A 2 Plus عنده شحنة موجبة طيب هذا رح يمر خلال هاي القناة هاي القناة بيها مفتاح نتخيل القناة على أنها باب ومفتاح الباب هو هذا Ligand المادة اللي حترطبط به هاي القناة على مد تفتحها على مد تسوي ليها تفتح لي هذا الجدار تسوي ليها قناة فنسميها Ligand Gated Ion Channel قناة للأيونات تفتح به Ligand النوع الثاني هو G Protein Coupled Receptor يعني عندي مجموعة من البروتينات أسميها G Protein Complex إن كلها مجموعة من بروتينات من نوع G عدي نوع Alpha يعني G Alpha G Beta G Gamma إلى آخره ولكن المغزة منها إنه مجموعة من البروتينات من نوع G راح تكون تكون لي معقد Complex هذا كل Complex المعقد مجموعة البروتينات ترتبط به هذا الرسبتر هذا الرسبتر الموجود داخل الغشاء مالخلية وراء ما يرتبط الليغند بالرسبتر هيجي فكك لي المجموعة من البروتينات فإذن حتيجي إشارة من الليغند ارتباطها بالرسبتر راح تفكك لي مجموعة البروتينات وخايا المجموعة راح تنطيني إشارة داخل الخلية على مود تنطيني الأثر مال هذا الرسبتر ارتباط الليغند بالرسبتر النوع الثالث هو Enzyme Linked Receptor يعني عندي بدلاًا عندي G Complex مجموعة من البروتينات من نوع G عندي Enzyme هذا ال Enzyme في حالة ارتباطه بالرسبتر المستقبل مالتي هيكون Inactive يعني غير فعال بارتباط الليغند يلي هو هنا بهذه الحالة هورمون ارتبط بالرسبتر مالتي فش سوى اكتيفاشن للإنزيم فالإنزيم انطاني شغل داخل الخلية هو سهل بعض العمليات داخل الخلية وسوى لي يعني ترجم الارتباط ال 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 عملية داخل الخلية النوع الرابع هو Intracellular Receptor Fed Receptor مستقبل داخل الخلية فبالتالي ال ال يحتاج لأنه شنو يدخل داخل الخلية ويلتبط بالرسبتر يعني اللي موجود داخل الخلية بالسيتو بلازا اكو بعضهم يعني بعض الريسبترات موجودة بالسيتو بلازا نفسه وبعض الاخر موجود داخل النواة The type of receptor a ligand interacts with يعني نوع المستقبل اللي يتفاعل ويا ال ligand depends on the chemical nature of the ligand يعني يعتمد على الطبيعة الكميائية لهذا ال ligand عندي hydrophilic ligands يعني ligands مواد محبة للماء that are found on the surface of the cell يعني عندي هنانا رسبترات مال هاي المواد تكون موجودة على سطح الخلية ليش لانو ما تقدر هاي ال ligand تعبر غشاء الخلية لان هو غشاء الخلية دهني فتحتاج مواد محبة للدهون على مواد تعبر غشاء الخلية وتدخل مثلا الى cytoplasma و تدخل الى النواة على مواد ترتبط برسبتر داخل الخلية ف رسبترات المواد اللي تكون hydrophilic محبة للماء تكون على سطح الخلية يعني عندي المواد المحبة للدهون تقدر بسهولة انها تعبر الغشاء الخلية مثلا نشوف انه عبرت غشاء الخلية من دون اي مقاومة لانها محبة للدهون وطبيعة غشاء الخلية دهني عبرت غشاء الخلية وتفعلت بها مستقبلات سواء داخل السيتو بلاس او داخل النيوكلياس يعني باعتمادا على النشاط الداخلي للدواء يعني اجي اقدر اقسم الادوية الى محفز ومثبط شي يسوي لي ردة تفعل وشي كل ما يسوي لي بس يسوي لي غلق للرسبتر الادوية الادوية يمكن انتظر الادوية يمكن انتظر الادوية فالأغونست معندي بارشال أغونست فالأغونست معناها شنو يعني شنو اجي ارتبط بالرسبتر وحفز ليه وانطاني فعالية خلوية تكون هي أقصى حد ممكن مثل ارتباط الرسبتر هذا بفدمادة داخل الجسم يلي هو بالطبيعة يكون أقصى حد ممكن فيرتبط هذا اللايجند برسبتر وينطيني أعلى حد ممكن مثلا من الإفرازات من رد الفعل الحيوي يعني عندي هنا البرشال أغونست مثل ما نشوف أنه كمية ردة الفعل أقل من الفل أغونست يعني هي فعلة ولكن بشكل جزئي النوع الثالث هو الانفرس أغونست يلي هو المحفز العكسي يلي هو المحفز العكسي يلي هو المحفز العكسي مثل الأغونست يعني حير طبطية على منطقة ارتباط الأغونست المحفز العادي ويلي هو المحفز العكسي يلي هو المحفز العكسي ويلي هو المحفز العكسي يعني أشي يسوي ثبط عملية التحويل الارتباط إلى فعالية داخل الخلية فهنا نقدر نشوف أنه شنو فرق الانتاغونست عن الانفرس أغونست أنه التغيرات بالخلية اللي رح تتم بالفل أغونست هي أقصى حاد مثل ما قلنا بي بالمية الانفرس أغونست تقريبا نقول 50 بالمية الانتاغونست هتكون تقريبا صفرية بينما الانفرس أغونست هيكون تأثير عكسي إذا نقول أنه الانفرس أغونست هي فعاليات الخلية في حال عدم موجود محفزات هنا الانتاغونست منع أو لغة عملية أو أثر محفزات كلها بشكل كامل بس نشوف أنه الانفرس أغونست تحفز عمليات معاكسة بس هن عندي النشاط الخلية عكس الطبيعي The antagonists are type of receptor ligands يعني هستدر نشرح بالانتاغونست المواد المثبطة or drugs that block the biologic response by binding to and blocking the receptors rather than activating them like an agonist يعني هنه الانتاغونست رح يرتبط به الانتاغونست ولكن هنا الشيح يصير الوسبتل رح يظل مثل من هنا بالصور رح يظل نايم كل شي ما رح يسوي ما رح يتحفز من قبل الانتاغونست فما رح يكون عندي ردة فعل داخل الخلية they are sometimes called blockers اقدر اسميها الغوالق ال blockers different types of antagonists are recognized يعني هسه رح اشوف التصنيفات الداخلية للمثبطات اول واحد هو competitive antagonist يعني مثبط تنافسي can be defined as the drugs that bind to receptors at the same binding site as endogenous ligands or agonists يعني هنه منطقة ارتباط هذر الانتاغونست هاي الطبيعية وجود ال competitive antagonist هيجي ينافس ال agonist على منطقة ارتباطه نفسه يعني اثنين يتنافسون على نفس الكرسي but without activating the receptor اذا نجح الانتاغونست بارتباطه يعني اذا كان التنافسوية ال agonist فاز بي ال antagonist هيجي يقعد بالكرسي بال receptor و رح ينطيني no activation يعني ما ينطيني اي تفعيل agonists and antagonists compete for the same binding site on the receptor يعني رح يتنافسون على نفس المقعد على نفس ال receptor ال agonist و ال antagonist once bound the antagonist will block against agonist winding يعني لما يصير اكو اتصال حيمنع ال agonist لانه يجي يرتبط به receptor اللي هو قاعد به اساس هذا التنافس يكون على مبدأ التركيز اذا كان ال agonist تركيزه اعلى حيرتبط هو اذا كان ال antagonist تركيزه اعلى هو رح يرتبط هذا شنو؟ هذا في حال عدي تثبيت تنافسي يعني يتنافسون منه التركيزه اعلى يرتبط عندي irreversible antagonist يعني المثبط غير المعكوس او الدائم يمكن ان تخصي يتنافسون منه التركيز التي تركيز الريسابتر او موليكوس او موليكوس في مانر يجب ان يتنافسهم لا يمكن ان تركيز الريسابتر يعني هو رح يجي antagonist يرتبط به receptor هاي جزاء اعلى الريسابتر اللي يرتبط بيها هيرتبط بيها بشكل دائم بعد ما ينفصل عنها يسميها كوفيلنت بوند آسرة تساهمية يعني تكون من اقوى الواصل الموجودة في الطبيعة قلنا بالتثبيت التنافسي حسب التركيز اذا كان الانتاغونيس تركيزه اعلى هو يرتبط اذا كان الانتاغونيس تركيزه اعلى هو يرتبط ولكن في حالات الريفيرزابل انتاغونيس لما يجي يرتبط به رسابتر ماكو تركيز عالي او واطي للاغونيس هيجي يخلي الانتاغونيس ينفصل عن الريسابتر فرح يكون عدي قوة الاصرة التساهمية بين الانتاغونيس والرسابتر حتكون مثل القفول يعني هو مقفول على رسابتر يعني يعدي التثبيت الفيزيولوجي او الوظيفي يعني عندي هنا رسابتر ورسابتر اخر الرسابتر الاول يرتبط به الاغونيس والرسابتر الثاني يرتبط به الانتاغونيس يعني هما رسبترين أو مستقبلين مختلفين يعني مثلا ناخذ مثال يعني عندي هنا مثلا خل ناخذ مثال البانكرياس البانكرياس يفرز لي عدد هرمونات بعض هاي الهرمونات هي الكلوكاجون والإنسولين هذيني الهرمونين حيشتغلون بمناطق مختلفة تشوف مثلا هسا هنانا حيضمر بهاي المنطقة من الكبد بينما الإنسولين حيمر بهاي المنطقة المغزن من هاي الصورة انه رح توضح لي انه الإنسولين يرتبط بمناطق معين يشتغل على مناطق معين دخل الكبد بينما الكلوكاجون يرتبط بمناطق اخرى منفصلة عن هاي فرح تكون ماكو تنافس بالرسبترات هذا إدار رسبتراته وهذا إدار رسبتراته طيب هسا شون حيصير أكواعدي تنافس أو شون حيصير عدي تثبيت للوظيفة حيكون بالأثر ما الارتباط فالجلوكاب جون إذا ارتبط به هاي رسبترات داخل الكبد ما سيسوي لي؟ سيسوي لي جلوكوز ريليس تحرير الجلوكوز المخزون الداخل الكبد فرح يرفع لي سكر الدم تمام بينما الإنسلين إذا ارتبط بالكبد سيسوي لي جلوكوز ستورج حيخزن لي الكلوكوز داخل الكبد وبالتالي يقلل لي الكلوكوز داخل الدم إذن هي عملية عكسية يعني حيصير التعاكس بالوظيفة لهنا هنا عزائي الحمد لله خلصنا هاي المحاضرة شكرا على حسن سنة معكم مع السلامة